بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بذلك أمو العالمين وصد الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخين وخاتم النبيين وإمام المسفين سيدنا محمد من المبعوثين والعالمين وعلى آدمي وأصحابي وأتباعي ومن اهتدى بأجله ودعا في دعوتك إلى يوم الدين وبعد رب الإخوة سادتي الأساحذة الكرام إخوتي الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحباء يقول ربنا تبارك وتعالى في الكتابه الكريم واصفا السبب الحقيقي في جمع قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي العظيم صلى الله عليه وسلم فقال تعالى وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِيَمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَا قُلُوبِيَمْ وَلَا كِمِنَ اللّٰهُ وَأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِيَمْ وَأَلَّفْتَ بَيْنَا قُلُوبِيَمْ وَأَلْفْتَ بَيْنَا قُلُوبِيَمْ وَأَلْفْتَ بَيْنَا قُلُوبِيَمْ ولكن الأمور كلها بقدر ربنا تبارك وتعالى وكل ما يمكن أن يتصور في هذه الحياة الدنيا من صعود وهبوط من عز وذل من حركة وسكنة كل ذلك بفعل الله عز وجل بدليل أن الله تبارك وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في كتابه الكريم حينما خاضوا تلك المعارف الضخمة العظيمة خاطبهم فقار فلن تقتلوه ولكن الله قتلهم وما رميت لإذ رميت ولكن الله رمى وهم قد استعملوا الأسباب وهم الذين قتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رمى ولكن يلفت نظرهم إلى الحقيقة الذي ما بعدها حقيقة أن الله خالق كل شيء حِنَا وَحَنَا وَائَهِ بعصا اَبْلِ覆هِ وَعَذَا حُوَ اِبْلَى وَالص Lorenzan Dil fakat وُالص Handler حقab 14ฅ عطا majin چيل مضا عطا majin حقاب Her şey Allah'ın elindeyken, biz insanlara düşen, sebeplere sarılmak, vesilelere sarılmak, alınması gereken önlemleri insan oğlunun gücü nispetinde alınmasını sağlamaktır. Ama hakikatte her şey Allah Azze ve Celle'nin elinde, kudretindedir. O'nun bu kudretine bağlıdır. Her şeyin Allah'ın kudretine bağlı olması ile ilgili de ki ayet-i kerime zikretti hocamız, فَلَا تَتُولُونَ وَلَاكِلَ اللّٰهَ فَتَلَوُونَ Onları, düşmanları, kafirleri, inanmayanları siz değil Allah Azze ve Celle'ye öldürdü. Oğru düşmana atar iken, aslında o oğru sen atmadın, Allah Azze ve Celle ne attı, sen attı ama onu hedefine isabet ettiren Allah Azze ve Celle ile ilgili ayetlerini de bu anlamda Allah Allah'ın kudreti ve gücüyle her şeyin işlediğine teravik olsun diye söyledi. Allah'ın kudretine bağlı konuşma, başlayan Allah'ın elbette, başlayan Allah'ın kudretini, ولكن يجب علينا أن نأخذ من الأسباب الأسباب التي تقرب المسلمين بعضهم إلى بعض وتدخل المحبة في خلل أجسادهم ودمائهم وعروقهم هكذا ينبغ أن يكون المسلمون بعضهم مع بعض ولا بد من أن أخذ من الأسباب ولا أريد أن أطيب في هذا الموضوع ارجعوا إلى كتاب إخياء علوم الدين في باب الأخوة والمحبة وأباب الواسع يبيل لكم هذا بالتفصيل الواسع والذي أريد أن أصد إليك أننا الآن من خلال التورة السورية التي إن شاء الله لها تبارك وتعالى لها أن تقوم وهو وحده الذي شرح صدور الناس كبار وصغار ونساء وأطفالا دفعهم إلى القيام بهذه التورة منه وحده سبحانه هذا هذه التورة تبجل لنا بعض آتاني هذه الآية ما ستُتقلتك في هذا الموضوع؟ الشيء tabi Müslümanların Müslüman diyenlerin birbirlerini sevmeleri ve birlik beraberlik içerisinde hareket etmeleri kalp derini ve kanlarındaki damarların aynı duygu ve düşünceyle efendim artması için Müslümanların bazı sebeplere bazı vesilelere sarılmaları, bazı önlemleri alınması, almaları gerektiğinden bahsediyor. Bu anlamda da bunun gerçekleşebilmesi için Gazali'nin bir eserine dikkatimizi çekiyor. Yani bu duygu ve düşünceleri alabileceğimiz bir eserine dikkati çekiyor. O da Kardeşlik ve Sevgi isimli Gazali'nin eseri. Ve Allah'ın fazla ve kelebiyle şu anda eğer Suriye'de bir mücadele devam ediyor ise bu mücadelenin yine bu Kardeşlik ve Sevgi ortamının sağlamış olduğu bir nimet olduğunu ifade ettim. Allah'ın bir yüzyı Ayalı bir yüzyı ayı bu bir bu أنكر الأثر الأول الذي ألمسه أنا الآن في تركيا تذكرت فيه المهاجرين والأنصار رضي الله وتبارك وتعالى عنهم كيف كان أول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة لما هجر الغيار أنه ألف بين طلوب الأنصار والمهاجرين وقام بعملية مؤاخات فيما بينهم يا فلان أخوك فلان يا فلان أخوك فلان أقد بينهم هذه الأخوة الصادقة الطيبة كنت أرى هنا من أول ما قدمت إلى تركيا كنت أرى مصراف هذا الذي كان أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنتم أيها الإخوة والأدراب حكومة المشعبة كنتم كالأنصار رضي الله تعالى فأنتم الأنصار هذا الزمن وليتنا كنا نحن كالمهاجرين وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا مثله وأنه يلحقنا بهم وأنه يخلقنا بالتعقيد وقد تخلقتم بفضل الله عرفتم لإخلاق الإنصار وقمتم بما يجب عليكم بل والزيادة والحمد لله أزاكم الله خير أحب الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على سمن المهاجرين وعلى سمنهم وهدهم إن شاء الله أحب الله أحب الله تعالى أن يجعلنا نفسه كانت أربطاقه نثارك تقريبا وكرا 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 نعرف قرح وكرا حقıyla yerine getiriyorsunuz Yüce Rabbim'den diliyorum ki bizleri de o hicret eden muhacirler kıvamında onların ayağında bir şeyle bizi saysın diyerek tevassularını ifade ediyorlar elbette onlar gerçek muhacirler ve gerçek Allah dini uğrunda gerçek anlamda mücadele eden kardeşlerimizler fakat şey tevassusundan Yüce Allah'ın kendilerini ama her şey daha bir şey. Bu da çok yıllardır çok gördüm açıklama bir anayla büyük bir bu بالخبز ووقفت أمام الحياة من الأحياء في البلد وأنزلت حمولتها في أول بناية من بناية هذا الحي وأخرجوا هذا الخبز كله إلى السطح وأصبح الناس يرمون هذا الخبز من بناية إلى بناية حتى عمّ الحياة كلها فهذا الرجل الذي تبرع بهذه السيارة جزاء الله خيراً لما نفذ ما عنده من الخبز وعمّ الحياة كلها من أول إلهه كان حياً محاصرة بقوات الجيش لا يستطيع أن يدخله أحكم مع ذلك نفذت له هذه السيارة الكبيرة من الخبز لما انتهى من ذلك كل وطؤاً أراد أن يركب سيارته ويوضي فجاءته رصاصة من القناص فسقط شديداً معقد الرسالة الذين أصغالط نέمي واسمين دائماً نمشي وماه Lionel السرحه من مساعدت أن T بعض المنشر المساعدة يسوقهم عن تلك العربية من الوصفات النبيل على الإخطار بمقابلات الخاصة بحمل الأطفال وصد الأولاء كلذا الوصفات واحدة الأولاد نعم وؤدي يا إخوة، هذه الثورة المباركة أطمئلكم وأشيركم أنه ليس وراءها إلا الله سبحانه وتعالى ليس وراءها أمريكا ولا فرنسا ولا رفا ولا أحد من الخلق أبداً ليس وراءها إلا قدرة الله عز وجل وعنايته ورطفه قدرة الله التي قدرتنا بعد نوم دام خمسين عاماً استيقظ بعد هذا الشعب والحمد لله استيقظ ولا ينام بعد ذلك إن شاء الله أيها الإخوة، كثير من الناس يظن أن هذه الثورة كانت تفعل الغرب ولكن إطمئنوا أيها الإخوة أن الغرب في حقيقة الأمر كان ضدها لكبرتنا كم وكم ألقي القبض على مواخر في البحر وسيقت رخماً عنها إلى إحدى البلاد وأنزلت حمولتها من الأسلحة جميعاً في قاعدة الأمريكية وفتشت فما كان فيها من السلاح الثقيل هجز ومنع من رحلته إلى سوريا وأعقل السلاح الفردي الذي لا يسمن لا يريد جواه وهذا دليل على أن أمريكا بقضها وقضينها إنما هي ما تزال إلى اليوم تقف في وجل السواة لأنها تخاف من كلمة الإسلام وهي تعلم يقيناً أن الثورة من أقصى سوريا إلى أقصاها إنما تقوم بسم الله وعلى بركة الله أيضاً يجب الى أسماء كتابة و prolong المالية لا يحتيال هذا المغاية يجل الى أفطر هذا النوع من تفضيله وأنتبه كتابة أتخاذك وكتابة أمسكت وضع بشأنه من الأمسكت هذه المغاية ديس تجد الشرق والاقصية اضع المغاية لهم وغم��ة وسبق قدين içerisinde bulunduğu gemiler geldiler ve yanaştılar. Ve bundan mücahitlere dağıtılacaktı. Ama gemideki silahlar dağıtılmaya başlamadan önce Amerikalılar geldiler ve gemiye el koydular. Suriye halkına mücahitlere ve kapların itirazlarına rağmen gemiyi alıp götürüp kendi üstlerinden birisine götürdüler. Ve gemideki ağır silahları aldıktan sonra hafif silahlara müsaade edilen ve bu hafif silahlar ancak orada mücadele eden Müslüman kardeşlerimize dağıtılabildi. Dolayısıyla bu olay bile tek başına aslında Batılıların bu mücadelenin arkasında olmadığının bilakis karşılıklı olduklarının en çarpıcı örneğidir. Batılıların ve Amerikanın efendim değil böyle bir şeye müsaade etmeleri İslam kelimesine dahi efendim tahammülleri yoktur diyerek notlarım. İzlediğiniz için 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 Yine bir diğer çarpıcı örnek o da peki Batılılar يا لتورية يا لتورية جديد ربما ستنید ما صحاقی سببه شبعا قنابله کیونک بطلال ها ب المشارك هسة الدولار قدامه مارا يوما بجانب ستر فقدر اصلا فقط أشهرًا يرى أسهرًا للمسلماً يؤمنون بشكل فيه أحسن نحن نفسه لكنهم ومن تأثيرين بشكل أحيان وظلائقين الله أزواج العزيزي لديه أمي وظلائقين 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 هذا موقف الغرض ضد بشار أسد يريد أن يسخطه وهو ضد الإسلام ولا يرضى أن يحكم الإسلام هذا موقف الغرض ولكن موقفه إيران والحكومة العراقية وما يسمى بحزب الله في لبنان هؤلاء كلهم يدعمون بشار أسد بكل فيما يبلكون ويحاولون إبقاء حكمه ولو بدلوا الغالية والنفيس في سبيل ذلك وهم يجرمون بحق الشعب السوري مثل ما يجرم بشار أسد وأنا أقتصد لكم شيء قليلا جدا مما أعلم حين الإخوة جاءت مرأة من أسرة من أسر حمص العريقة وهذه الأسرة لنا فيها علاقات قديمة وصداقة قديمة مع رجالاتها حفظهم الله وكبارك وتعالى ورحم منهم من السوشي جاءت مرأة منهم إلى بيتي في دمشق وكنت قد أتيت من المسجد صباحا لآخذ قصة منهم فأيقبوني في البيت بعد نسف ساعة وقال قم أم موفق موجودا في غرب المدلوف فقمت إليها فدخلت وهي برأة فاضلة جدا ومهدلة جدا ومؤدلة جدا لما دخلت إليها قامت في وجهي وقالت أنتم تأكلون وتشربون وتنامون ونحن نذبح في بلوتنا وصمخة وصاحة وكذا وأنا أصبر جدا هذا كلام لأنني أعرف أنها مصابة ثم هدى القرية فقلت يا أم موفق قولي ماذا تريدين وأنا حاضر إشارة في خدمتك كما تشاهدين فقالت معي في السياح خمسين امرأة وقفل خمسين امرأة وقفل جدا وهمة حمص يجب أن يسكنوا في خلية كهونة قلت على العين والرأس أخرجيهم وتخرجيهم إلى البيت وإذا ضغطت البيت فأنا أخرجت أنا وزوجي وأولادي نسكن في مكان آخر ويتسع لكم البيت إن شاء الله وبيوتهم أخرى كذلك على حسائكم فهدأت المرأة القليلة وجلست إلي تبقي وتحدثني وتستسبح مني أنها رفعت صوتها أمامي وكذا وحدثتني بالقصة التالية تقول هذه المرأة هجم الشبيحة والجيش السوري على منطقة هدى حمص منطقة اسمها ذي ربع البار هجموا عليها وجزء كبير من ذي ربع البار من هذه الأسرة التي أذكرها لكم تقول خرجت من بيتها زوجها مريك في البيت خرجت من بيتها لترى من تستطيع أن تأخر من هذه الأسرة الكبيرة إلى الشام فدخلت إلى بيت أختها ففجأت وجدت النساء والرجال قد قتلوا وقطعوا قطعا قطعا وألقوا في الغرب وفي الحمامات وهنا و هناك قالت لي فوالله ما أريد ما أريد ضربت رأسي في الحيط في الجدار ووقعته معاني ثم لما أفقت من إغماني نظرت فلا أظرنا لا أفعل وتذكرت قليلا قليلا ما اللحظات فقمت وجررت أليال خيبتي وألمي وأحباطي فسرت إلى بيتي ومررت على بيت بنت أختي وهي صبية صغيرة عندها خمسة أولاد قالت دخلت عليهم فوجدت هذه البنت وحولها أولادها الخمسة وولد منها يرضع إنثنيها قد قتلوا جميعا قالت فذهبت إلى البيت وأتيت بما أستطيع من أسرتين ولم أستطيع أن أتي إلا بباصا واحد سيارة أطوبيس واحد في خمسون امرأة وطفلة وهم الآن معي لكن تقول حينما خرجت من بيتي أختي وجدت الشبيل الشبيحة قد أتوا معهم وإذا بسيارة سيارات الجيش توقفهم لأمر ما قالت لي والله رأيتهم أم عيني يضعون عصابات على رؤوسهم مكتوب عليها يا حسين ويمسك كل واحد منهم رشاشة وعلى طرفين سكينان كبيران كل واحد أرى سكينان كبيران سكينان كبيران سكينان كبيران سكينان كبيران سكينان كبيران سكينان سكينان الزرقين سكينان تحاني سكينان كبيران شركت وسمات امرضانيزا geçirsin, siz de burada uyuyun." diye söze başladı ve sesini yükseltti. Ben de dedim ki, باçım, sakin ol, kendine gel. İşte sakinleştirmeye çalıştım, diyor. Daha sonra biraz sakinleşince, diyor, Vane dedi ki, az önce sesini yükselttiğim için, özür dilerim, ben bir sorunun olduğunu bildiğim için çok fazla üstüne varmadım. Onu kıracak bir şey söylemedim. Daha sonra o yaptığı hatayı anlayınca, benden özür diledi ve kıssasının hikayesini anlatmaya başladı. Dedim ki, ben, şu anda elli kadar, efendim, bayağı bir genç kızla beraber, bir otobüste biz geldik. Bunları, barındıracak bir yere ihtiyacımız var. Nerede barındırırsanız, barındırın. Benim yapacak artık bir şey kalmadı. ve ancak onları, hımsızdan buraya ulaştırabildi. Bunun dışında yapacağın hiçbir şey yok, dedi. Ben de dedim ki ona, hiç el içerenme. Gerekirse, ben ve ailem, evimden çıkarız, başka yere gideriz, ama biz sizi buradan problem ederiz. Sen rahat ol, dedi. Daha sonra diyor, şunlar anlandı. Dedi ki, hımsızdan biz bir mahallede oturuyoruz. O mahallede, akrabalarımız var. Tabii, Şebiha, denilen o, Veşafesal'ın özel ekibi, öldürmeler, dedim, bahalette olan o ekiple, işte, Hizbullah'a, ayıp olduklarını, sandığımız insanlar, hımsızın o mahallesinde, kol getiriyorlar. Her emekli yola çıkıyorlar. Bu durumu ben görünce, akrabalarımı merak ettim, bir gidip gezeyim, ne yaptılar. Yakın komşularımızdan, birbirine evine gittim, kapıyı açtık, bir de ne göreyim, erkekler, bayanlar, çocuklar, öldürülmüş, öldürülmek, öldürmekle de kalırmamış, vücutları, giyme giyme doğranmış, para parça edilmiş, kollar bir tarafta, bacaklar bir tarafta. Bunu görünce diyor, yüz ünitede ne yapacağımı, şaşırdım diyor, hemen çıktım, aklım biraz başıma gelince, kız kardeşimin evi var, oraya gireyim, acaba orada da bir şey oldu mu diye, hemen oraya gittim diyor, onunla beş tane çocuğu vardı, kapıyı açtım ki, onlardan, hur hakları öldürülmüşler. Bir şaşırdık daha geçirdim diyor, bilahare kendime gelince, bunlar bugün işte mahallede, yaşam hiç kimse bırakmayacak, herkesi pun ağaca kat edecekler, diye düşündüm, kalktım, ne yapabilirim, diye düşündüm. Bir otobüs vardı, mahallede bulabildiğim bayanları, genç kızları, topladım, hepsini otobüse doldurdum, hareket ettim, tam yolda giderken, Şabiha iskerlerine yine sokakta, caddede gezdiklerini gördüm. Göz onlara ilişti, baktım, efendim, alınlarında, bir bez parçası bağlı ve, üzerinde, Ey Hüseyin, yani Yah Hüseyin yazılı. Ellerinde efendim, otomatik silahlar var. Kemperlerinin iki yanında, büyük efendim, bıçaklar var. Yani, kurşuları örüyorlar, bilahare de o bıçaklarla onları kesiyorlar. Allah'tan, işte yakal yapmamışlar onları, onları Kırdamız'dan, Dveç Şom'a kadar, getirebilmiş. İşte, getirip, hocama teslim etmişler. Yani dolayısıyla, orada, mücadele eden Müslümanların, sadece, beşer beşer ve onun güçleriyle değil, aynı zamanda, efendim, İran'ın devri muhafızlarıyla, وعالت رمضا فإن أصائم المصرين ومسلمين 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 المكانين ورمضا فإن مكتبهم وحقا فإن تجاهل اشتركوا في القناة حدثني أن جار المسجل البلاء المجاور المسجل صاحبه من أساتفة المسجل رجل صارح وأستاذه الكريم دانا من جيشه بيته ولا يكون موجودا في البيت كان عنده خمس أولاد شباب موجودين في البيت وزوجته فأسعفهم الله سبحانه وتعالى أول ما أداهم البيت رجل ضابط في الجيش السوري دخل إلى البيت فوجد الأمة والأولاد الخمسة فأمرها أن تفتح بابا لغرفة الدورة وأن تدخلهم إليها فدخل الشباب الخمسة وأغلق الباب ثم صرف على الناقذة إلى أولاء الجنود والشبيحة أن يخرجوا إلى البيت فخرجوا فسبهم وشتبهم وأمرهم أن يفتشوا البيت بسرعة ويخرجوا السلاح الذي فيه فتشوا البيت كله فلا يجدوا شيئا من السلاح فغضل عليهم وسبهم وشتبهم وأمرهم أن يفتشوه مرة أخرى ففتشوه فلا يجدوا شيئا قالوا فتشناه فلا يجد شيئا إلا آل الغرفة لم يفتشها قالوا فتشتها أنا ليس فيها شيئا ثم أمرهم أن ينصرفوا ثم قال لهذه المرة قال يا أختي انتبه هذه النافلة عندنا في غطاء خشبي يوضع على الشبابين يسمى أبجور نعم نعم يسمى أبجور فهذا قالنا يا أختي لا تتفكوا الشبابين كهذا أفلح للأبجرات فالبناء الذي يواجهه عليه قناص هكذا قال هو عليه قناص إيراني يهودي وقال كلمة الأخر لا أبو الكلب قال قال قناص إيراني يهودي ابو الكلب انتبهي وأغني من الشبابين كلها ثم أصرف جزاه الله وخيره وهذه الحامثة طبعا تدل على أن ما يزال في الجيش السوري برباط شرفاء مسلمين مؤمنين والحمد لله ويحبون بيكتها في الأدواء وأن الذين يشاركون في قنص كما يقول السوري الذين يقومون على التورة ويديورونها ويقولون كل أغو جلل ويحبون بيكتها في الأدواء ويقام العثار بيكتها في مقارب ويحزتك على التورة وهم بالترط boug اصل من السوري الذين يزال في الدمين وقال في الأمام الوضانية كانت كافي مبقى بيكتها في الوضانية عندنا من عاليا اشباح للترطب الوضانية ذاكرة وامارنة مباشرة على الفيہ اكتنسوا بالتشرف واحدة añ grips Works اوهي قطراني اوهي قطراني اوهي امسا اوهي قطراني اوهي امسا اوهي قطراني اوهي قطراني اوهي نريد اوهي صعود اوهي بان آخاء اوهي قطراني فقط اوهي الانغار اوهي قطراني شباه احشابة ابناجم عبر قدثnal أصباك اصباد التجاه الضحيط قاله ابناجم اصبادوا ابناجم اصبادوا ابناجم اصبادوا البناجم قاله بعد عندما تبقى بطفلادوا ابناجم praying المنجم الارضة بسبب الأمر وهم بمعناجم ولماناجم ابناجمًا ابناجم اصبادوا ابناجم اشتركوا في القناة في عشر عاما قريبا خرج ليسورة جده في القرية قريبة من دمشق اسمها عينترمى اخذ سيارة تاكسي وانطلب الى بيت جده في عينترمى اول ما وصل الى اول ريف دمشق اوقفه حاليس من حوالي المخابرات وطلبه يده فاخذها وقال له اولياء وامره ان ينزل للسيارة فلما هزل بالسيارة قال ما اسمك قال اسمي عمر الحمس وقال له عمر وما تزال حيا الى الان وراوله رصاصة في راسي تسقطنا بتاني هذا السواق سيارة اراد ان يأخذ هذه الجثة ويوصلها الى عينترمى لا اعرفهم لكن يسأل عمر فوضع البارودة في رأس هذا السبين وقال له الى التنشق قتلتك فهرد اخذ سيارتها وهرد داء الى عينترمى مساءل عن بيت الحمسي فدلوه عليهم ووجد جده واسمه طاه الحمسي وافره بما حدا فقال ابو الجد كنى بالسيارة الى هذا الحاجز تعالي استطيع ان اخذ جثة حفيدي فنهب فلما وصل الى هناك نزل الى الحاجز وراء الضابط فنزل الى يده يقبلها ويقول ارجوك حفيدي ماتر ماتر بخدري وفي اجلي رسمه الله ولكن ولد ان تعتره مجدد فاخذن با ربدا وضربه بكعمه على رأسه فشفقه على اله رأسه وحمله على السوا ورجعه الى المستشفى وضربه 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 ارسه وصف الى المستشفى المستشفى للتصالة الصورة ويقضت في صناح وقالة وقالة حينما يببسلون ويقال ، يمسون وقالوا عين من العين يقول هذا لذلك تقصد ويقالوا يقول ما فارمة قاله قالب اسمي Ömer. Demek ki senin ismin Ömer diyor. O da evet diyor. Ben işte Ömer diyor. O da ismin Ömer ve daha hala yaşıyorsun öyle mi diyor. Gence ve silahı kafasına dayayı oracıkta onu öldürüyor. Öldürünce tabii şoför yapacak bir şey yok diyor ki ben en azından bana müsaade şu çocuğun, şu gencin efendim bu cesedini ailesine götüreyim. Hımsa götüreyim diyor. Ona da diyor ki senin kafana da bir tane sıkmadan çek. Adam tabii hızla oradan uzaklaşıyor ve hımsa geliyor. Bu çocuğun geleceği yere orada dedesi gibi yaşıyorlar. Dedesine olay olduğu gibi aktarınca dedesi diyor ki beni oraya götür. Olur ki adamı ikna ederim, o askeri ikna ederim diyor. Torunumun cesedini alırım diyor. Oraya gidiyorlar. Var mı varınız? Genci dedesem ben oradaki askerin elini ödüyor. Yani gayesi o cesedi alabilmek. Elini ödüyor, işte onu ödüyor falan. Ondan sonra ben torunum Ecemi'yle öldürdüm demek takdir-i ilahim öyleymiş falan. Suçlamıyorum. Sırf cesedi alabileyim diye. Tabii bu kadar şey yapmasına rağmen bu bile hoşlanıyor. Bu bile onu memnun etmiyor ve elindeki silah kabzasıyla o yaşlı adamın belki de işte 60-70 yaşındaki insanın kafasına vuruyor. Silah kabzasıyla da kafasını parçalıyor. Şoför tekrar gerisi geriye. Dedeyi alıyor. ve o genç bedenini oradan almansızın tekrar hımsa dönüyorlar. Evleniyorlar. Evleniyorlar. başlayalım. Elindeki olma bir hızı hızı hızlı. He'a bilmiyyen çok kesefinde bir şey yapı, ve o فعرف أصحابها، فعرف كيف حدثت هذه الحوالي، كل ذلك يدل على أن المشاركين في ذبحنا، وذبح مسائنا وأطفالنا، إنما هو إيران، والعراق، وما يسمى الحزب الله في النار هؤلاء كلهم ليسوا داعين بالنظام السوري بالمال والسلاح، بل بالرجال الذين يقومون بعملية القدر والذرك والإجرام في حق الشعب السوري كله وهذا ليس قيناً عقار كما قلت لكم، إنما يحوالث أعلمها وأستطيع أن أملأ وقتكم إلى الفجر في ذكر هذه الحوالي فعرف أبياء، طويل، والوحثي، والوحظة، والβيصاد، والحظبات والجزائر، والحظبات وفاحثة من المشارات اشتركوا في القناة أما موقف العلماء من هذه الثورة المباركة وموقف العلماء هو موقف أساسي وجوهي ويدل على حقيقة هذه الثورة وحقيقة هذه الألمى والخمريدة العلماء الدين الإسلامي في سوريا القليل قليل جدا منهم مع النظام وهؤلاء لا يدفعهم إلى تأييد النظام إلا أحد أمرين إما أنهم منتفعون ماديا أو ضعفة للعفور وهذا واقع الحالة وأما الكمب الأكبر من العلماء فهم جميعا ضد النظام مئة للمئة لا شك في ذلك أولا الذين في الداخل لا يستطيعون الكلام وأنا أعرفهم واحدة وواحدة في كل المحافظات كل الطبقة الأولى الطبقة الأولى من العلماء كلها ضد النظام إلا بقليل قليل أما الطبقة الثانية وما يليها من طبقات العلماء كلهم ضد النظام ولكن في الداخل الآية ستعة ونفرأة وهؤلاء العلماء القلة الذين هم مع النظام ما أظن أن النظام بعد الآن يستفيد منهم كثيرا لأن الأوراق قد كشفت وما عاد أحدا من الشعب السوري كله يضم خيرا بهذا النظام بعد أن أرأى الطائرة تقصفه والدبابات تدمر فيوته والمذاكة تنهال عليه في الليل والنهار ما عاد أحد يضم خيرا بهذا النظام فلذلك عزل هؤلاء العلماء الذين يتخذون مثل هذه المواقب في تأيي النظام لأي سبب من الإسماء عزلوا وهم قلة قليلة ونجتها ولقد حدثت أخي الدكتور صرحة الله تعالى صبيحة هذا اليوم أن كنا في دمشق قبل أن أخرج وقد خرجت في شهر كزيمان الماضي كنا قبل أن نخرج لنا اجتماع ولماذ دمشق نجتمع في كل أسبوعين مرة وكان معنا الدكتور البوطري كان يجتمع معنا دائما فلما بدأت الحكام انقطع عن الذقاء فأرسلت إليه أطب إليه أن يحضر وإن لم يحضر من يبين لنا السبب يعني فقال للأخ الذي أرسلته معه رسالة قال له أن الشيخ ساريا النفاعي المراقب وهو أخي الشيخ ساريا قال أن الشيخ ساريا النفاعي المراقب ومثل الدكتور سعيد لا ينبغي يشعر من المراقبة لأنه صحبة مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الوزارة ومع الدولة كل مهونة فلا يخاف من صحبة رجل المراقب بل يستطيع أن يرفع ومع الرقابة عنهم بكلفة واحدة المهم أنه قال الشيخ ساريا مراقب فأرسلت له قلت له الذي علمنا إياه والدك رحمه الله الشيخ المل المضاع المبوطي عليه رحمه الله وكباره أنهم في سنة سعين وسبعة وستئين حينما قبض على الشيخ حسن حبنك رحمه الله تعالى اعتقل وكان النظام يريد أن يقتل أولاد ويعد العدة لإعدام الشيخ حسن أولاد هكذا كان وضع اعتقل الشيخ حسن وانتشر الخوف والذعب في مدينة دمشق وخاصة في حيث الميدان الذي يوحي الشيخ حسن وأصبح كأنهم في منع تجول الناس يخافون أن يخرجون بيوتهم ولا يوجد إنسان واحد يمشي في الطريق حينئذن خرج الشيخ مولا رمضان الموطي وهو كبير طاعم بسجل يعاني من الأمراض الكثير خرج مشكل على قدمين من حيث المدين في دمشق من أقصاد من أقصاد إلى أقصاد من حيث المدين إلى الميدان مشكل على قدمين حتى وصل إلى بيت الشيخ حسن وقال لهم ليس هناك أحد من الطريق لم رأى ولا مش ولا كبير ولا صغير كله خالق وصل إلى بيت الشيخ حسن وطرق الباب وقال لهم في أحد من الرجال قال ليس هناك أحد من الرجال حال أخروا الطريق وريد أن أدخذها ورفة الشيخ ورفة صغيرة جدا وراء الباب وراء طرش باب الذقاء فطلب أن يقول إليها موقف الطريق ودخل إليه الشيخ ثم جاء أبناء الشيخ أبناء الشيخ باب جاء من البيت عليهم ورجود الشكلة وراء في بيتهم فهرعوا من البيت وجلسوا بهم وقال له خيرا قال أنا أترك بيت أخي شيد حسن أبنك أتركه وقد اعتقلوا ويبدون قتله وأترككم وحدكم لا والله لا أفعلوها وأنا هنا في هذا البيت لا أتركوه حتى يفرج الله عن الشيخ حسن أبنك وضقي الشيخ رحمه الله ونظروا إلى هذه المخاطرة المخاطرة الشديدة يروحه وهو رجل كبير طاعم في السلم يخاطر يروحه وينكث في بيت الشيخ حسن الذي يرادله لإعدام ينكث في بيت الشيخ ويخسب لأنه لن يخرج حتى يفرج الله عن الشيخ هذا الإخاء قالت الدكتور سعيد هذا الإخاء الذي أعلمنا إياه والده وليس رجل مراقب من الخبرات من فرع الحضور في المجالس المجالس العلماء ضروري جدا في هذا الوقت نصحب منها من أجل ونحب منها والله ولا حر ولا حكا سعيد نصلاحنا ما هذا المجال